حسنعة هي في الميزة لا ترد هو كان يجام لك ترى في حديث عن هذا هدي ما ترد بس غير ما ترد رجع ليها أنت معاك ساعة ما ليس ساعة هدي ما ترد خلاص إلا معاك ساعة ما استخلك أنت الحين أعطاني إياه هذا الهدية حتى لو أنه ما يدخل بس أنا أدخل أقول لك رجع ساعتها هو ما يقدر يتكلم هو أعطاني إياه هدي وخلاص بس رجع ليها أي ما يصلح ما يصلح هذه هدية لا ترد خلاص قال لي حلالك وبدك طيب رجع ليها هم عنده ساعة سعود والله ما علوم يا خدر إن شاء الله الساعة الساعة حلوم خلق ادخل عبلا خلق صاد هو ما يقدر يقول شيء إزاك الله خير إزاك الله خير لا يقدر يقول يقدر الكلام أنتم يقدر خاصة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا برسال الله وبركاته حياكم الله يا شباب ححيب كيف حالكم؟ حيا الله حياة سعود شعون إدك؟ يساء كان مع عبدالله يساء كمع ساعته وما جاء إبراهيم قال لساعتك حلوى وما قال لسا عبدالله فأنت فداك وما يساء إبراهيم أخذها منه وانا يساء قلت في حديث عن هذا وما يساء تأخذه أي نعم صحي يقول ليساء لا ولك دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل ما المسلم إلا عن طيب نفسه ويعني في مقولة اشتهرت ليست في حديث ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ومن الثمين رحمة الله عليه النص على أن هذا ما يجوز إذا الإنسان يعني أحرج واحد مثلا قال ما شاء الله زينة ساعتك زينة كذا وقاله تفضل أنا ما يأخذها إنه مبتداء قال لك خذها وإنما بعد ما يعني انحرج من إحسانك ومن ثنائك على الساعة أولى ها شوف حسنات هي في الميزان